أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية أظهر أن مملكة البحرين حلت في المرتبة الأولى دولياً في تسجيلها أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وأشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن الدعم التشريعي لدور المرأة ساهم في توفير بيئة مناسبة للمرأة للمشاركة في الاقتصاد الوطني لا تزال المرأة البحرينية تسجل نجاحات جديدة ليس فقط على مستوى الوطن العربي بل وعالمياً حيث أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية أن مملكة البحرين حلت في المرتبة الأولى دولياً في تسجيلها أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ذاكراً أن البحرين أفضل دول العالم على المؤشر الفرعي للمشاركة والفرص الاقتصادية للمرأة هذه النتيجة تدل عليها الأرقام حيث شهدت المملكة أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس إدارتها على أعضاء النساء حيث ارتفعت من 12% عام 2010 إلى 14% عام 2014 فيما ازداد تمثيل النساء في الغرف التجارية وفي قياس لمؤشر سيدات الأعمال أكدت تقرير أن حصة البحرين هي الأعلى بنسبة بلغت 28% فيما لا تزال حصة النساء صغيرة جداً في معظم أنحاء منطقة الشرق الأوسط وفي إطار الدعم الحكومي للمرأة أشار التقرير إلى أنه في البحرين تم تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية في العام 2013 لمنح المرأة المتزوجة الموظفة البدل عينه الذي حصل عليه الرجل المتزوج الموظف وضمان المساواة بين الجنسين في البدلات في وقت الزواج وبحسب التقرير تمثل النساء حوالي نصف موظفي القطاع العام في البحرين في حين أن النساء كانت أقل من الثلث في القطاع الخاص عام 2013 وتشكل النساء أكثر من نصف العاملين في الخدمات الصحية والعمل الاجتماعي واعتمد هذا التقرير على قواعد البيانات الإحصائية لمنظمة العمل الدولية واستفاد كذلك من عمليات المسح مثل مسح الشركات الذي نفذته منظمة العمل الدولية عام 2013 والدراسات التي أجريت من قبل مؤسسات عريقة ومصادر البيانات أمان الخليفات لمركز الأخبار تلفزيون البحرين